الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين لبنى محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأرحب بكم مع شرح الوحدة الأولى من مادة مصطلح الحديث والتي سبق أن بينا أنها مرموز لها ب141 حيث هذه الوحدة وكل وحدة من الوحدات الثمان التي سوف نشرحها في مطلع كل وحدة سوف تطالعنا هذه الشريحة التي تتبين لنا معالم منهج مصطلح الحديث بحيث يصبح في أذهالنا تصور شامل وكامل لهذه المادة بتفصيلاتها وأحببت أن يكون في أول كل وحدة نطلع على مثل هذه الشريحة هذه الوحدة الأولى التي سوف نشرحها بعد قليل إن شاء الله ثم كذلك هذه الوحدة الثانية ثم الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة والوحدة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة هذه الوحدات الثمان وقد نضع الإشارة إليها في المقدمة التي كانت قبل هذه الوحدة الوحدة الأولى التي معنا هذا اليوم سوف نستعرض فيها قضيتين القضية الأولى في الرواية وآدابها وتشتمل على موضوعين موضوع عداب المحدث وموضوع عداب طالب الحديث والشريحة أو القضية الثانية وهي نبذة تاريخية عن نشعة علم المصطلح الحديث والأطوار التي مر بها وأهم المؤلفات التي ألفت في هذا الفن الشريف نبدأ بآداب الرواية ونبدأ أولا بآداب المحدث مما لا يخفى علينا أن الاشتغال بنصوص الوحيين هي من أفضل ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ويأتي طبعا في المقدمة الاشتغال بكتاب الله عز وجل وهو الأصل في ذلك ثم بعد ذلك تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ولا شك أن الاشتغال بالحديث هو من أفضل قربات الله تبارك وتعالى ومن أشرف الصناعات ولذلك فنحن نبدأ هذه الوحدات ببيان آداب المحدث وبيان آداب طالب الحديث ولا شك أن المحدث ينبغي أن يكون قدوة كما سيأتي في ذكر الآداب والأشياء التي يجب أن يتميز بها لكنه ينبغي على من يشتغل به عموما وينشره بين الناس أن يتحلى بأفضل الأخلاق ومكارمها وبمحاسن الشيم وأن يكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس وأن يكون مطبقا لذلك على نفسه قبل أن يأمر به غيره وقد ذم الله تبارك وتعالى من خالف ذلك بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبروا مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذلك فقد ذكر العلماء أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث الذي ينتصبوا لتحديث الناس وقد ذكروا آداب كثيرة جدا بل صنفوا في ذلك مصنفات سواء في آداب طالب الحديث أو في آداب المحدث آداب الشيخ وآداب الطالب سوف نشير إلى هذه الآداب المتعلقة أولا بالمحدث من الآداب التي ذكرواها أولا تصحيح النية تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة وهذا باب عظيم وهذا يشترط في كل العبادات سواء كانت الفرائضة والنوافل وهي أيضا في قضية طلب العلم عموما وطلب الحديث خصوصا من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المحدث هو الطالب ولكنها تكون في المحدث بشكل أكبر ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وأمرنا بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك ورد عني بصلاة وسلم الحديث المشهور الذي يصح بمجموع طرقه قوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المر على المال والشرف لدينه أي أن الحرص على المال والشرف يفسدان الدين تماما أشد من إفساد ذئبين جائعين حينما يطلق في زريبة غنم فهذا الأدب الأول الذي يجب أن يعتدى به وهو تصيح النية والبحث عن إخلاصها وتجردها الله تبارك وتعالى فيما تأتي وما تذر الأدب الثاني وهو أن يكون هم المحدث وأكبر همه نشر الحديث والتبليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب أيضا وقد ذكرها من باب الاستحباب أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه سواء كان أولى منه لسنه أو أولى منه لعلمه وهذا من باب الأدب وكان بعض السلف يقول حق للحيط أن تحلق إذا حدثت بحضرة فلان وهذا من باب الأدب يعني إذا كان في مجلس فينبغي أن يصدر الأكبر والأفضل والأكبل في سنه وفي علمه من الأدب أيضا أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير وهذا دليل على كمال تجرود الإنسان حينما يسأل عن شيء من الحديث فلا يعلمه ولا يكون متقنا له ويعلم أن هناك من هو أتقن منه لهذا الفن فينبغي أن يرشد السائل إلى ذلك الغير لكي يتعلم منه لا سيما أن علم الحديث علم بحر وقد عرف المتقدمون من المحدثين قضية التخصص في هذا المجال ولذلك نجد أن بعضهم يبرز في حفظ المتون وآخر يبرز في علم العلل وثالث يبرز فيما تعلق بالرجال ورابع يبرز فيما تعلق بالاستنباط وهكذا وقل أن تجتمع كل هذه القضايا في شخص بعينه ولذلك سؤل الإنسان عن شيء ولا يعلم عنه شيئا وهو يعلم أنه عند غيره أكمل مما هو عنده فينبغي أن يرشد إلى ذلك الغير من الأدب أيضا وهو الأدب الخامس ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له صحتها كثير من الذين يدرسون هذا العلم الشريع عموما وعلم الكتاب السنة خصوصا أحيانا قد تكون نيتهم غير سليمة في البداية قد تكون هذه النية غير سليمة فينبغي للإنسان أن لا يمتنع من تحديث ذلك الذي قد تكون في نيته ما يخدشها لأنه يرجى لها أن تصح هذه النية وقد ذكر عن سفيان بن عيينة وغيره من السابقين أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله فيرجى لمن لم تكن نيته متجردة وصحيحة أن تصح بعد ذلك مع الحلص على تصحيحها أيضا من الآداب المتعلقة بالمحدث أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه لا سيما إذا كان أهلا لذلك وهذا هو أعلى مراتب الرواية وكان السلف حقيقة يحلصون على عدة مجالس كذا يأتي في مقدماتها وأكملها مجلس الإملاء ومثل مجلس المذاكرة وما أشبه ذلك لكن مجلس الإملاء الذي يستعد له المحدث ويملي طلابه ما رواه بإسناده عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا المجلس يحلص الصحابة وأيضا رواه من بعدهم من الأجال المفضلة بالقرون المفضلة على إقامة مثل هذه المجالس وهذا أيضا من آداب المحدث نقف عند هذا الحد في أبرز الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وإلى المحاضرة القادمة إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم